اه شو عملنا اليوم يا سطيف اليوم حطينا بيد البط البكيني الفرنسي تحت الاوزة اه كيف حطيتهم شو الموعد وشو اليوم وراح يفقس ان شاء الله رح نحكي عن انجاب عن اسئلة بسيطة اليوم ونحكي عن معلومات ان شاء الله كمان مهمة اهلا وسهلا فيكم معكم انا سطيف تربط الطيور والحيوانات برحب بالجميع ما تنسوا من الاشتراك واللايك والتعليق تفعيل الجرس دعم القناة من كل انسان بتشوف هالمحتوى بيستحق وشاكل للجميع. اه عندنا الوزة هون ما شاء الله يعني عمرها بتقدم اربع خمس سنوات وضعت ما يقارب اه تمن بضاط او تسعة بالموسم التاني. وكمان انا عندي بط بكيني ما بيرقض على البيض او صعب يرقض واذا رقت ما بحضن بشكل جيد. في انواع بط تعتبر ممتازة البلدي او المسكوفي بالرقود ممكن يرقض على البيض. اه اما البكيني بصراحة صعب انه يقعد على البيض وكمان ببيض بطريقة عشوائية وينما كانت بحط البيضة ما له مكان معين. اه فانا هون وحكيت خليني استفيد طالما في مجال معي الوزة احط بيض الاوز تحتها. اه بس خليت اعمل تجربة جبل. حطيت بطين جبل يوم. طبعا هي صالها راقضة اربع خمس ايام. فانا حطيت بطين وفعلا جعلت عليهم واستقبلتهم وما عملت اي طرد لهم. اه لازم يتم وضع بيض البط البكيني بعد اربع خمس ايام لانه بياخد وقت اقل من البيض الوز. البيض الوز بياخد تقريبا اه من تسعة وعشرين لتاتة وتلاتين يوم ماكسوما اما بيض البط بياخد اه ما يقارب البكيني من خمس وعشرين لسبة وعشرين يوم ماكسوما. اه ممكن احتاج عند اه الفجس فجس بيض البط اني اسحب الكتاكيت فورا وحطهم بحطانة. راح اتابع معكم بالفيديوهات والنتيجة الفجس. لانه ممكن الوزة تطرد الكتاكيت وممكن تحضنهم. ما بعرف راح اصوركم اياهم. اه مميز هاي الوز انها حنونة بالحضن وشاطرة جدا بحضن البيض وانا باعتمد عليها. اه في حضن بيض الاوز ما شاء الله عنها. اه بيض البط او بيض الاوز داخل الحضانات اليدوية او الفجس او الفجس الاوتوماتيك بياخد مجهود اكتر وبدو دارت بال كتير. وبدك تعمل تبريد باليوم الخمستاش واليوم الاربعتاش تبلش تبرد لغاية جبل اه اربع ايام من الفجس. ولازم اخر ايام كمان ترفع رطوبة وترش البيض علشان اه تقدر تفجس بيض البط او الاوز داخل الفجسات اليدوية او الفجسات اه الصناعية. عشان هيك انا حكاية بركي انها مشيت معانا وحطينا تحتها اكمل بيضة وطلعتهم. وبس انا كمان بفجس بالفجس اليدوية بس متل ما حكيت لكم بياخد مجهود اكتر وبدو متابعة اكتر. طبعا هون ذكر الوز متوحش بتعرف ان موسم الاباضة والرقود متوحش. اه انا هسا صفيت بقية البيض متل ما شفت بداية المقطع. وحبيت اراجب الوز بنبعيد اشوفها يعني شافت كمية البيض زادت وراح تعمل اشي تطرط بيض تعمل اي حركة. لا ما عملت اي شي. زلت كاعدة على البيض وحضت كل البيض سواء بط او او اوز. متل ما انتو شايفين بس انا عملت زوم من بعيد لانو اتذكر اه يعني متوحش بالموسم الرقود فما حبيت ازعجهم كمان زي ما انتو شايفين. راق ديب كل هدوء وثبات. اه بتمنى ان شاء الله نكمل على خير. انا مقاطع تانية راح اتابع معكم اه اثناء الفجس. از كان سحبت الفراخ البط او او حضنطهم. راح نحكي ان شاء الله ونشوف مقاطع فيديو تانية. اه بتمنى يكون المقطع مفيد. شكرا لكم ويعطيكم العافية. ما تنسونا من دعم القناة. اهلا وسهلا بالجميع. معكم السطيف. طربة الطيور بالحيوانة.